اشتركوا في القناة استهدفت شعة الخورة وعدم الاستقرار حيث قام تنظيم الإخوان ودعم وتمويل من التنظيم الدولي بحجد عدد من العناصر الإرهابية المتطرفة التي تعطنت الفكر التكفيري المتطرف من مختلف التنظيمات والتي يرتبط بها بتنظيم القاعدة وعدد من التنظيمات والعناصر المتشددة بتطاع غز فرهان معقب صور الثلاثين يونيو بالقيام بسلسلة من الأعمال الإرهابية الخسيسة لترويع الآمين من أبناء الوطن إلا أن الأرهزة الأمنية التي عاهدت الله والوطن على حفظ أمن وسلامة أبنائه أبت ألا أن تكشف مخططاتهم وتحبط مسعاهم وترد سهامهم في نظرهم وتقوم بتحديد العديد من تلك البؤرة الإرهابية وهوية المنتمين إليها والمشاركين فيها وتلقي القبض على عناصرها وتمكن من ضغط ما بحوزتهم من أسلاحة ومضفجرات وأليات وتكيزات والتبتكز الإراءات القانونية اللازمة لتقبنهم للعداد دعوني أتذكر معكم شهداء الوطن الأبطال من المواطنين ورجال القوات المسلحة والشرطة والذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم لأنعم أبناء وضمن بالأمن والاستقرار أصارت معكم بعض البؤر الإرهابية اللي إحنا تمكننا من ضغطها في الأرونة الأخيرة وما ارتكبوه من حوادث أو ما كانوا ينتهون ارتكابه وعملت ضغطهم أحباط قبل المحاوات أولا ضغط خمسة من قيادات التنظيمات الإرهابية المتطرفة رصبت المتابعة الأمنية وجود عدد من القواب القيادية للتنظيمات المتطرفة وقيادات تنظيم القاعدة ولا تتتخذ من الفكر التكفيري المتشدد منهجا لها باعتصامي طبعة ونط وعلى فكرة كل اللي هقولوا عليه هتسمعوها بركان المتضم المتصمين في ربعة والنطف وتقوم بنشر الفكر التكفيري المتشدد ونطل استراتيجية عمل تنظيم القاعدة للخواب التكفيرية المتطرفة داخل البلاد والتخريض على ارتكاب أعمال العنف وأشاعة الفاض تم استهداف تلك العناصر وتمكلت الجزء الأمن من طاقتهم وهم كل من محمد رفيع الزوهري داود خيري أبو شنب مصطفى أحمد حسن حمزة مرجان مصطفى سالي مرجان محمد السيد السيد الحجازي ثانيا طاقت بقرة إرهابية لضم عبد من العناصر المتطرفة بقيادة المدعو نبيل محمد عبد المجيد المغربي والمطرف بخلية مدينة مصر صبق الجزء الأمنية أن تمكنت من ضبط عدد من العناصر التكفيرية الجهادية فيما عرف بخلية مدينة مصر ورغم سياسات النظام السابق وتنظيم الإكوان الذي تحمده حرق أشل حركة أجيزة المعلومات والمزارة وعقلت أدائها إلى أنها وصلت جهودها وطلعت بدورها ضمن الضموط والتحديات وتمكنت من كلال مجموعات البحث عن العناصر الهارية في تلك الخلية من التوسط إلى أحد أكثر البقرة الغرابية التي يتولى بيادتها تنظيميا على البياد المفرد عنه نبيل محمد عبد المجيد المغربي مواليد اتنين وعشرين سبعة واحد وثمسين مقيم بعين شمس القاهرة وله اسم حركي في اسم الشيخ للجهدات تنظيم الجهاد سبق الحكم عليه في القضية ربعمائة وستين واحد وثمانين قضية تنظيم الجهاد الكبرى وده من أحد لغفرة عنهم في عقل الرئيس المعزون السلام وعقل صورة يونيو تبنى المسطور تحركة تنظيمية لاتكاف عمال العنف وإحداث حالة من الشبك والفوضى ومحاولة إسقاط الدولة من حلال استهداف رجال القوات المسلحة والشرك وعدد من المنشآت الهمة والحاميوية وأبناء الطائفة المسيحية ودور عبادة وقد شارك بالعديد من أحداث العنف منها أحداث ميدان رانسيس وقد لقى نهله ومصرعه فيه الدرجة بأحداث وقدم هذه البؤرة من العناصر القيادية أبرازه سالم عبد العالي سالم حسان أبو رجلين السيد خطي عزديد محمد تاشم أركي مونتز وأحمد ناهد أحمد إسماعيل أركي زيادة عقب تقليل الإجراءات واستيزال نيابة من الدولة العليا تم استهداف عناصر تلك البؤرة عيسولاقيا الأول والثاني مصرعهم في موارها الثامنين وتمكنت القوات من ضبط قائدها المدو نبيل محمد عبد الجيد المغربي تم ضبط تسعة وتلاتين من عناصر تلك الخليجة وهم سيد جمال مصطفى حافظ مواليد ستة وتمانين الأليبية مقيم شغلين شغرى الخيمة محمد إبراهيم جمع القرم مواليد واحد وتسعين شمال سينة مقيم رفع تم ضبط عمر حمدي محمود علي مواليد ثمانية وعشرين اتنين كمسة وتمانين مغربي سويف سيد أحمد السيد الحريري مواليد واحد عاشرة تمانية وتمانين شريف عوض عبدالغاني موسى سنة تلاتين مقيم بمياط حاشب حجام صبحي عبدالهادي عوض الحركي أبو المقدات مقيمة فيزة محمد فروق عبدالغاني موسى ومقيم حرقي أبو باكر مواليد تمانية وعشرين ستتتسعة وتسبعين مواليد فيزة ماصر عبدالفتاح محمد براغيب حرقي أبو بلال مواليد تسعتاشر تلاتة ستين مواليد فيزة أبو الفتوح عبدالماسود السيد أحمد عمر مواليد خمسين القاهرة عبدالخالق عبدالجليل محمود السعداني سن ستين مقيم مدينة العبور أحمد عبدالخالق عبدالجليل المحمود السعداني مواليد اربعة وتمانين مقيمة أليوبية طوزي محمد السيد تتسيف الدين حرق من أبو مريم مواليد سبعين مقيمة الغربية أحمد محمد عبدالرازي عبدالعليم مواليد اتنين وتمانين مقيمة أليوبية عمر زكريا محمد علي السعداوي مواليد تسعة وتسبعين أليوبية عشان ما أطولش عليكم ربنات أعداد الأسماء الكثيرة وأرجو يعني لو كنتم عايزين في واحد وهدوانوبيتر بحاوز التلقى للبؤرة أسماء وبيانات عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورصد العدد من ضباط الشرطة والمشآت الهمة والحيوية والمشآت الشرطية والعسكرية كانوا في طريقهم لاستهدافهم وكان لضبطهم أكبر أثر في إحباط هذا المخاطر كما ضبط بحاوزاتهم بداخل مغزن بمدينة السادس من كوكتوبر المضبطات الأفري واحد من ضبطية أليا عياد سبعة اثنين وستين تمانية وتسعين ضلط فرنيل متوسط الحجم يحتوي على بارود أسود طبعا يكون بارود سلطاني عدد سبعة وفمسين شجارة مطارات عدد واحد لفة فتيل جبير سريع الاشتعال شكارة نطارات فتة بربيل كبير يحتوي على نطارات الفتة عدد واحد لفة فتيل اشتعال تلاتة وثلاثين متر تلاتة هيكة المنبلة بحاجة المنبلة الجاز عدد اثنين بوطاقة شهرية يحتوي على خوطة نطارات وماركومية داخل هناك به ماء وألواح من السلج وغرض تبردها عدد واحد برطمان من البلاستيك بداخل مادة التسمين برميل وغصت يحتوي على بارود أسود واشتوي أن يكون بارود سلطاني عدد واحد جاز لبطوب عدد تلاتة شريحة باتف محمول عدد واحد مطحنة بيزان رقمي خمسة تفايا كاربئة سبعتاشر استوانة فطل لون ودي الاستوانات اللي بيجهزوها بالعواية للناس خلاط عدد تلاتة بطارية خابوت عدد خمسة جوال كبير زراية عدد واحد استوانة حديدية عدد عدد واحد واربعين استوانة حديدية عدد سبع براميل فارج عدد واحد جبجي لبطوب وعدد سبعات التلاتة فموضوع بطبع حوزات ينب داب داخل فيلا وشقة بمدينة العبور المنبطات الاتين 11 مبلي دوية دفاعية F1 عدد 8 دانا هون دين وثمانين ميلي عدد عشرة طلقة مدفعية دفع صاروخي مئة وعشين ميلي عدد تسعة وعشرين جاز لطلاب أجزاء قصة بمدفع هون دين وثمانين ميلي أجزاء لدوائد كهربائية عدد تسعة سلاح آلي عدد خمسة وتلاتين خزينة عدد واحد مندوية FN عدد سمعة خزينة عدد واحد مندوية خطوش عدد اثنين طبانجة حلوان كمية كبيرة من الطلاقات وعدد ست رقصة تفجرة وعدد مئتين كيلو جرام بودرة أمونيا وكمية من مادة الـ TNT كما تم ضبط مندات تستخدم لدواسط الأمني عبارة عن نزارة ميدان اثنين جهاز لسلكي هواتف محمولة أجهزة لابتوب كاميرات فيديو ديجيتال حديثة وصغيرة نبالغ مالية كبيرة وكمية من المشهولات الزهبية كما تم ضبط كمية من الأوراق التنظيمية مدون بها بعض المعادلات الكيميائية ورسومات لعربات أمن مركزي وأجزاء صواريخ بالإضافة لأرقام مدون عليها بخط اليد بعض الكلمات المشفرة تفجير اسم الطبعة تفجير جنيسة واستعمار ستة إسلامية فوق بوزك الكل بيحبك وبعض الشباب وبنات من العلق خيانة مشوعة بعض المشفرات الزهبية المنظومة وقد تبين من خلال الفحص ارتباط عناصر تلك البؤرة بتنظيم أنصار بيت الماكس الذي يرتبط بإحدى تنظيمات القاعدة العاملة والتي تنشط في رجية تحت مسمى تنظيم أنصار الشريعة ويقوم عناصر هذا التنظيم بتنويل عناصر البؤرة في مصر بسلامة الاعتاد وقد تمكنت جزء الأمن من خلال معلومات دقيقة من تحديد مسؤول تسليح التنظيم المتواجد في ربيا وتم اعداد الجامين له بمدينة مطروح وأصفر عن ضبطه ويدعى محمد عبد السامي عميدة عبد الربو ولمكني عركيا أبو سمية مصر التنزيم كما تم ضبط أهل العناصر الإرابية القادرة بسطبتي وخلال عملية الضبط قام بإلقاء من بلدين أصابت عددا من الضبار والأفراد ثالثا إحباط أعمليات إرهابية توقفت الاحتفال لنصر أكتوبر وتحديد المرتفع وقاعة استشهاد اللواء نبيل فراد ووفرت معلومات للجلزة مفتاها سعي على ناصر الدكبيرية موطنة لفكرة والتنزيم القاعدة للمقاوزات الجيزة لاتكار عمالة عدائية وتحريبية تجاه المنشآت الحيوية والتابعة للقوات المسلحة والشرطة وأبناء الطائفة المسيحية وضروع بداتهم ديالي وقتقالات بأعياد مصر أكتوبر المجل تم اخترار نيابة العامة المتصب تلك المعلومات والتحريات والتي هزنت بضبط هؤلاء وتفتيش مساكنهم وعقبها توييد طربة أمنية لهم مفجر خمسة خمسة أكتوبر الماضي ومكان اختبئين بمزرعة كائنة بتقسيم جمعية السلام للإصلاح الزراع بالجبل الغربي أمام سجن القطة موحوظة الجيزة مملوكة للمدعو فرج السيد عبد الحافظ رفيق ربيع وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مصطفى محمد حمزاوي عبدالقادر حجازي وخمسة معاها برضا كممكن حضرته وتاخده الأسماء وعوسي ربيح أوزاتهم على المربوطات التالية 2 قازف ربيجي 8 قازف ربيجي عدد 8 عقوبات دفعة لقازف ربيجي عدد 2 سلاح آلي متعدد عدد 1 من ضيئة مركة FN عدد 1 من ضيئة مركة ترتة عدد 1 من ضيئة خرطوشة عدد 1 جراب دانا عدد 13 سلاح آلي 67 36 سلاح آلي 2 فرد خرطوش عدد 1 طباندا مركة ترتة عدد طباندا حلوان 1 عدد 48 من ضيئة بطرة محلية السن عدد حكمبيل إجاز 8 واقع واقي من الغازات عدد 2 فرطة اللي يارد الأقناع وقت منتلال الفحص الفاني للمضبوطات والتقسير تقامل مع أن ما يطرقت من كافة الملابسات الواقعة وأحداث قسم الكرداسة تباني من الترندة الحلوان المضبوطة بيزات السلاح المستخدم في واقعة استشهاد اللواء نبيل فراد وأن مرتكب الواقعة هو المدعوب أحمد محمد يوسف عبد السلام صالح وشفيته أحمد بيكا موالي 86 ترزي 20 كرداسة هارف جاري ضبطه وأن القرنجة المستقدمة في الحادث ملك كان تم سريفاتها من اسم كرداسة إثناء أحداث اللي هو مع الاسم رابعا من حوالي جال القوات المسلحة والشرطة بمنطقة الأسماعلي وأعتقد أن كانت الفترة اللي في ذاتك في حوادث كتير موجودة في هذه الفترة منهم التفكير اللي نعل اللي اتمرد من خبرات العربية في اسماعلي وكان ما هو يعني مرتكب 11 حدث اللي حاولهم بدون مرتكبين 11 حدثة في اسماعلي آآ تماكنت الأجهز الأمنية من ضبط اتنين من أخر العناص التكفيرية وأقصرها أنفا وشراسة ونقال عديد من التدريبات على عمالة طالبهم حاتم سلامة حسن سليم خلال عملية الضبط وصيبها بضط بطلق ناري في المواجهات ولقى مصرعه في ثناء علاجي بعد المستشفى محمود محمد سلمان حمال واعترفوا المصدرين مرتكبين العديد من الحواد السيطة الارهابية وبيانوها كالتابة استهداف مبنى من خبرات الحربية باسماعلي استهداف عميد شرطة طاها زكي مدير إطار التأمين المجرى الملاحي الاستوشد اقتحان مكتب بريد الشيخ زويد الإسماعيلية والاستلاح على مهم الأنوال تبجير خط الغاز الطبيعي بأبو سوير محاولة استهداف عميد شرطة طاها وحاوي حالة تبجيزه إحدى المأموريات استهداف سيارة تبعة للقوات المسلحة مما نتر عن استشهاد اثنين من المجندين استهداف اثنين من مجندات القوات المسلحة استهداف نقل الدبابات لقوات المسلحة واستشهاد الدين من المجندين استهداف مقدم قوات مسلحة أحمد فاروق بطريقة إسماعيلية الصفر خامسا حوادث التعدي وإطلاق النار على كمين مسترد بتاريخ تسع سبعة وعشرين ستمبر وكمين آخر كانت في ميراج سيتي بتاريخ ستاشر أغسطس ونقطة شرطة النزهة بتاريخ تلاتين أغسطس قامت مجموعات العامة الأمنية بإجراء فحص شامل وكامل لكافة العناصر والمستشابة توروتها في ارتكاب قلية عمال عدائية وتمكنت من ضبط محمد فاتحي محمد اسماعيل سنجر وشهروت محمد سنجر موالين سبعة وسبعين مقيمة المطرية ومن العناصر المتشددة السابق مشاركتها بالتعدي على مقر حزب الوقت المحدث الماضية اعترفه بخطواتي بإحدى التنظيمات التكفيرية المختبطة والتنظيم القاعدة التي أرقصه لهارف سامير عبد الحكيم إبراهيم والأخير قام بتكمين عدة مجموعات مسلحة منفصلة تضم 25 أونس وقام بتنفيذ حواليس التعدي على كمين موسكورد كمين كال بيراث سيتي نقطة شرطة النوصل بسرقة عرب من السيارات بالإكراه من بينها السيارة اللي استخدمت في أعمالية محاولة الإحتيال بتاع وزير الداخلية لتما كانت الأجهزة الممنية من ضبط تمع عناصر اعترفهم التنعيم لتركة البورة واقيام بالاشتراك بتنفيذ العديد من العمليات العدائية ضد رجال الشرطة وهم سيد محمود جغالة عبدالغني وشفرده كالد الحربي حسن أمر حسن إبراهيم بيتخذ اسمه عرك اسمه حسن كنانة والباقي برضاك ممكن عشان ما أتوش عليكم توقفهم من الإعلام حاد سادسة حادثة حادثة 25 مجند للمقواد الشرطة بشمال سيناء واختطاف سبع جنود بإطار المتابعة الأمينية ضد المقردين بحادثة اشهاد مجند الشرطة واختطاف الجنود السبع بشمال سيناء وطوفرت معلومات بفيد أن المدعو عادل محمد إبراهيم محمد شهرته عادل حبارة الهارب من سجن وقت المقرون في يناير 2011 ومعليل أيامياً بالسجن عشر عام وطوفرت انتصال قرض الشرطة وحيدة أوراقه لفضيلة المفتي للطورط وفي حادث مقتل شرطي بدنائرة مركز أبو البير الشبعي قموا بمشاركة أخرين من العناص التكفيرية بمحافظة شمال سيناء واختطاف الجنود السبع بسيناء وتنفيذ عدد من عمليات السطر المسلح والقطف بهدف كوفير الدعم المالي اللازم بتنميل قرائمهم والسجنة قوات الجيشي والشرطة كما اعكرت المعلومات ان المدعو عادل حبارة قاموا بتخطير والإعداد لتنفيذ والتنفيذ لحادث مقتل خمسة وعشرين من جنون شمال سيناء خلال شهر أغسط بمتلطاجة بمشاركة المدعو ناصر عياد محمد علي الجيني المدعو عبدالهادي زايد عواد زايد المكني أبو ولاد الفلسطيني أبو عبدالله المقدسي والمكني أبو سهيد المسؤول الشارعي بتنظيم فتح الإسلام الإرهابي بمقطاع بارس وقيامي عقب زايد محمد عبدالسامة محمد عبدالساميخ خليل الشورباجي المقيم بمدينة عليش ليفقح للسيارات المستخدمة عادس نصف نقطة دوبلي كابينة لأنه يتطلص منها وحقها عقب علمي بتمكن للأجهزة الامنية من تحديدها إلا أنه اتقى رسالة ناصرية من مدعو عبدالله المقدسي أسر عليها بهدفة المطبوط المتعاد الأمبار طلبوا فيه بعدم حقها من خلال محاولة شرائه المواد اللازمة حيث تم كان المجهزين الامنية من ضغطه إثناء تنفيزه ونزاله وبصحباته ادنين من العناصر مجموعة التنظيمية وهم علي نسبح سليمان نسبح وأحمد نسبح سليمان شقيف الأول حاوزيتم ادنين قنبلة يدوية تحاولوا استخدامها ضد القوات كما رصدت معلومات قيام المدعات الحبارة التواصل مع عبدالتنظيم الهرب خارج للبلاد محمود مجاوري للتقديد للسهتافات الشرطة المحاوظة الشرائية حيث تم تكليف كل من صبري محمد أحمد أبرروس تلقى مصرعه في الموجهات صبري محمد محمد أبرين محمود بلال محمد برافين مصر الله أشرف محمود أبو طالب اتلقى اللي رمع على السيارتين تابعتين إفضاع الأمن المركزي إثناء سيارينا بطريق حيثي الزراعي ومحافظة شاكي مما أدى بحدوث تلك الياب السيارتين وسقوط رحادهم في مصرف محي بجانب الطريق ونتبع عن الحياة استصاره الطار وتفاهم شرطة فسبع مجندين بإصابات مختلفة من بينها طلاقات مالية وتمكنت التجهزة الأمنية من تحددهم وحال استهدافهم قاموا بإطلاق الأعيرة في جهة القوات بادلتهم بإطلاق النيران السشدة على اسم ذلك المجدد محمد عبدالله السيد وأصوارت الموجهات عن مصر على صابري محمد أحمد محمود أولموس وضبط المدعو صابري محمد محمد إبراهيم محمد سابعة حاجز استشهاد المقدم محمد محمد وفرضت الأجهزة الأمنية معلومات تتضمن أن عناصر أحد البؤرة الإجرامية الإبهابية بقيابة المدعوة محمد فتح الشاسد لحزون بيانات بعض جهاز الأمن الوطني وضافت المعلومات أن المسكول يكون مش التقريحة العقارات بمنطقة أهب الأليوبية وأنه أمعن في الاختفاع على صدوب أمر من النيابة العامة بضبطه وإحضاره في قضية مزرعة العدلية بالشربية السابق تجهيزه في السيارة المستخدمة في حادث محاولة اختيال السيد وزير الداخلية بالمتفجرات كما أكدت المعلومات أن المسكول أحد المتورطين في التخطير والرصد والتنفيذ في حادث اختيال الشهيد المقدم محمد 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 والضابط الطاع الأمن الوطني وارتجابه العديد من العمليات الالهابية التي وقعت مؤخرت تم استدافه فجر الخليس في عام 2021 جغامبر الجاي وعقب تبادل كثيف لإطلاق النيران تم ضبطه وبحاوزاته من بقية الالية واستشهد خلال التعامل النقيب أحمد سمير الكبير الضابط بالعمليات الخاصة وقد كانت القوات من ضبط آخر بصحبته ويدعى أحمد محمود اعترحين محمد فراغ وهو من أخطر العناصر التكتيرية الجهدية وضبط بحاوزاته كشف بأسماء بعض قباب قطاع الأمن الوطني المستهدفين بسم كروكي بمدرية الأمن الجيزة ثانيا حادث محاولة اختيال السيد وزير الداخلية تم تشكيل مجموعة عامل أمني من جهاز التامج الوطني والأمن العام من بحيث الجنائية فمكنت من تحديد مفتدي الحادث بعد أقل من اربعة وعشرين ساعة من الحادث وبعد مراجعة بحص العناصر التي تعطلت الفكرة التكتيري والتي تكتير بمنطقة الحادث حيث شنت الأجهزة الأمنية العديدة من الحملات استهدفت محل إقام تلك العناصر مساء يوم الجمعة ستة تسعة إلا أنه لم يتم الإعلام عن ذلك في حينه لصالح إجراءات التحقيق وهم هشام علي عشماوي مسعد إبراهيم والمسكول من العناصر التي تعطلنا كالفكر الجهادي سبق أطافة لدولة تركيا في سبعة وعشرين أبريل ١٣ عبر ميناء القاهرة الجوي وتسلوله عبر البدود السورية التركية لدولة سوريا ويطالت بعض من العناصر الفلسطينية المتشددة أن تلقى تدريبات حول تصنيع المواد المتفجرة والعمليات القدالية وعاقب عودته شارك في اقصام ربع العدوية والاستداب شرقته الكائنة بلوك تسعة أمرة ١٨ شارع على عشماوي المنطقة العشرين لدين نصر أسر عدميها على كمية من المواد المتفجرة والمواد المستقدمة في عددها وفي بيانات عدد من العناصر المتطرفة عماد الدين محمود عبد الحميد من العناصر الأرمية الخطرة التي تعتمد على فكر الجهادي وليد محمد محمد باتر من العناصر التي تعتمد على فكر الجهادي التكثيري وده لقى مصرعه وفي الحدس توصلت المعلومات إلى جهزة الأمنية لأنه مساء يوم ٤ ستمبر عقد لقاء سري بمنزل الأول شارك في الثاني والثالث تم خلال وضع المميسات الأخيرة للتنفيذ العملية الاتحارية التي استهدافت الموكب وتم خلاله قسيم الأدوار بين المشاركين يتولى الأول بتبع أركات ورصد الموكب الثاني بإعداد المتفجرات بالاشتراك مع الأول حكوم التالي بالتنفيذ متقلاً سيارة مفخرة واتخاذ مسكلاً لأوقع نقطة اختجاز لتنفيذ العملية كما توصلت التحريات لأن السيارة المفخرة محل الحادث تحمل رقم قاف دالبيه ١٩٣٢ ماركت هونداي مسجلة باسمها موريس بداوي قامع عناصر التنظيم صديقتها من المدعو يوسف مخايل يوسف بتاريخ ٢٩ سبعة تحت تهديد السلاح وده محرر محمد محمد النصر واضافة الحل الحريات لأنه تم تجديد السيارة المشارعية بالمتفجرات بإحدى المزالح بمنحافظة الشرقية لمتلك أحد العناصر الالتهابية قدوا التنظيم ويدعى محمد فاتحي الشازلي وده تم ضبط وتكسب الأجهزة الأمنية البروديها لضبط كل من شام علي عشماي المسعد وأعماد الدين أحمد فحنون عبر وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية ملتكبي وحادثي حنيسة الوراء والأمر الصناعي بالمعادل ودول جاري تعقبهم وسرعاً هذا وتواصل الأجهزة الأمنية على مدار الساعة جدر لمواجهة العناصر الالتهابية وتعقب وضبط كل من سوالت لنفسه العبس بأمن واستحرار الملاد ولم تسجدها التحديات ومرافق إلا إصراراً على الاتطلاع بما سوياته اسمعوا لي أن تواجه عدة رسائل الجدار الضرورية في مثل هذه الظروف وما تقولوا بإهدلاتنا أولاً المسالة لأبناء الدباط والأفراد والمجندين أعضاء هيئة الشفر أتخدق عليكم جميعاً بكل الشفر والتقدير على جودهم الامنية أدامكم على حقكم ولمعهم بداياً للوطنكم ووصلتم الليلة بالنهار وصابقتم الزمن في تتبع وكشف تلك التنظيمات الغهابية وكانت عناية الله ورعاته حنيفة لبدوك مصدقة حظف الله ورعب ثانياً تنظيم ثالثاً يسال إلى الشعب المصري العظيم كل التحية والإكتار والإجلال لشعبنا الأبي الذي ساند أبنائه من مجال الشرطة والقوات المسلحة وكان خير العملي والسند لهم في حربنا ضد الإرهاب الأمر الذي كان له عظيم الأصل بفخريف تلك الإجازات من جمعات الأمنية وأكد للشعب العظيم أن تلك المحاولات الرياضية لن تسنينا عن استمرار جهودنا وطحيتنا لحماية أمنه وأمان أبنائه وحفظ من قدرات الوطن مستقراري وأننا مستعدون جميعاً من أول الوزير حتى آخر مجند أن نستشد من أجل حماية هذا الوطن المقدرات رابعاً رسالة إلى العناصر الإرهابية والجامعات التي أعطنت نفسك أحذركم جميعاً في المجال الترويع الأمنية فمهما كانت التحديات والمخاطر لن تسيد الأجهزة الأمنية إلا قوة وإسراء على المواصلة ورحقتكم وتقديمكم للعداد عليكم مراجعة أفتركم ومواقفكم فترككم سينتهي بالفشل والفسر أخذ الله بالنسك والسلام عليكم